اهلا بكم من جديد ازمات متتالية يعيشها الاقتصاد المصري على مدار عام كامل وعوضاع معيشية متفاقمة يعاني منها المصريون منذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو من العام الماضي رقم الوعود الحالمة التي اطلقها قادة الانقلاب العسكري عند عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي والتي تحولت بعد ذلك الى سراب مع تصريحات مفيش الشهيرة لاول رئيس جمهورية بعد الانقلاب والتي صدقها الواقع بحالة من الركود والكساد على كافة المستويات مع تفاقم لأزمة الديون وتدهور أوضاع الفقراء وارتفاع معدلات البطالة واشتعال الأزعار خاصة بعد القرارات الحكومية بتخفيض الدعم ورفع أسعار الكهرباء والمواد البترولية والسؤال الى اين وصل الاقتصاد المصري بعد عام من الانقلاب العسكرية ولماذا تبخرت عود الرقاء التي وعد بها المواطنون وإلى متى تتحمل جيوب البسطاء لسعت الغلاء المحرقة لي 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 لأني مفيش مفيش بهذه الكلمة لخص السيسي حالة الاقتصاد المصري بعد الانقلاب العسكرية على أول رئيس منتخب أيام سوداء يعيشها الاقتصاد منذ انقلاب الثالث من يوليو قبل نحو عام وسط أمال يعقيدها البعض على السيسي في ثوبه المدني الجديد ركود وكساد اقتصادي فقر ديون أزمات وكوارث حلت فوق رؤوس المصريين خلال الشهور الماضية وسط حالة من الاضطراب السياسي والاجتماعي والأمني النظام الانتقالي لم يقدم حلولا حقيقية بل اكتفى بالمسكنات التي تمثلت في منح وقروض تأتي من الخارج خاصة من السعودية والإمارات مصر استدانت ما يزيد على 15 مليار دولار من دول الخليج في ثلاثة أشهر لسد عجز الموازنة بالإضافة إلى فك وديعة حرب الخليج والتي تصل إلى 9 مليارات دولار عجز الموازنة وصل إلى ما يقترب من 14% من الدخل القومي وأصبح الدين العام يساوي تقريبا 100% من النتاج القومي وبينما انعكست تلك السياسات بشكل كارثي على الأسعار مضت سلطات الانقلاب إلى جانب الاعتماد على المنح الخارجية في طريق الاستدانة الداخلية والاستيلاء على أموال المودعين في البنوك المحلية كما لجأ البنك المركزي لطباعة نحو 22 مليار جنيه لسداد مرتبات والتزامات حكومية ما أدى إلى ارتفاع معدلة التضخم والأسعار والفقر والبطلة وانخفاض قيمة الجنيه وقوته الشرائية يؤكد الخبراء أن نسبة الفقر زادت بنسبة 25% مع ارتفاع معدلات البطالة لأكثر من 14% جاء ذلك بينما تراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى نصف ما كان عليه قبل الانقلاب ونتيجة للاضطرابات السياسية والأمنية بعد الانقلاب توقفت قطاعات حيوية على رأسها السياحة وهوت عائدة مصر من هذا القطاع بنحو 43% كما أثر توقف القطارات عدة شهور بشكل كارثي على حياة الملايين ورفع تكلفة النقل العام وفاقم معاناة الاقتصاد كما يرى مراقبون أن الجيش كارس سيطرته على مفاصل الاقتصاد المصري مستغلا حالة الفوضى العامة وتبعات انعدام الاستقرار السياسي في البلاد التي تعاني منها الشركات الخاصة وفي هذا الشأن قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن الجيش بات يسيطر على 60% من اقتصاد مصر كما اتجهت سلطات الانقلاب بعد التأكد من اعتلاء السيسي عرش مصر لسلسلة من الإجراءات الاقتصادية من عينة زيادة الضرائب ورفع أسعار الطاقة والكهرباء والماء إضافة لاعتماد موازنة للدولة أثيرت حولها عدة شبهات الهدف كان تجنيب السيسي فاتورة تلك القرارات المؤلمة خاصة في الشهور الأولى لحكمه لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري بعد عام من الانقلاب العسكري على أول رئيس منتخب ورحب بضيفه في استوديو مصر الأستاذ عمر الأبوز الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية أهلا بك معنا أستاذ عمر حقيقة دعني أبدأ معك بخبر منذ قليل عن طريق وكالة رويترز للأنباء أبلغ مصدر في وزارة البترول المصري رويترز يوم الجمعة أنه تقرر رفع أسعار وقود السيارات والمركبات بما يصل إلى 78% وأن التطبيق سيبدأ اعتبارا من منتصف ليلة الجمعة وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمي الزيادة سيبدأ تطبيقه اعتبارا من منتصف الليل والهيئة تفقت مع الشركات وسلمتها الأسعار الجديدة الأسعار الجديدة طبقا لما ذكره عبر وكالة رويترز هي كالتالي سعر بنزين 92 سيصبح 2 جنيه و60 قرش بزيادة 40% عن السعر الحالي اللي هو جنيه و85 قرش يبقى السعر الجديد لبنزين 92 هيبقى 2 جنيه و60 قرش بدلا من جنيه 85 سعر بنزين 80 سيصبح جنيه و60 قرش للليتر بزيادة 78% عن السعر الحالي اللي هو 90 قرش يبقى بنزين 80 هيصبح بجنيه و60 قرش بدلا من 90 قرش واعتقرر زيادة سعر السولار إلى جنيه و80 قرش للليتر وكان سعره جنيه و10 قرش أي بزيادة حوالي 63 في المئة ده السؤال اللي هبدأ به مع ضيف الأستاذ عمر الأبوز ما رأيك في هذا الخبر والارتفاع والحقيقة الحكومة تتكلم عنه منذ فترة هي ترفع أسعار الوقود ورفعته حسب ما قالت وكالة رويترز اليوم هل هذا القرار صحيح من وجهة نظر اقتصادية أم لا؟ أولا هو القرار كمتوقع بالفعل لأني أدرك في موازنة العام المال الجديد 2014-2015 خفض دعم المواد البترولية بنحو 40 مليار جنيه دفعة واحدة الحكومة تنتهج يعني ما يتعلق برأيي بهذا الإجراء إذا كان صحيح أو غير صحيح مبدئيا لنكون واقعيين قرار خفض الدعم قد يكون صحيح إذا كان مناسب يعني إذا جاء توقيته مناسبا لما يجري في الأحداث إذا كان جاء توقيته مناسبا على المستوى السياسي وعلى المستوى الاجتماعي بمعنى أنا أخفض الدعم ولكن ليس لأن الاستهلاك كثير لا أخفض الدعم لإني وفرت دخل جيد للمواطن في هذه الحالة أنا يحق لك حقومة فخاصة المواطن يدفع مش هيجد ما يثقل كاهله في هذه اللحظة لكن هنا طبعا في الوقت اللي احنا بنعيش هنا هو المواطن نفسه مغلوب على أمره هو يرفع الأسعار في المقابل لا يرفع جور الناس حتى يستوعب هذه الزيادة بالتالي هذا الارتفاع في الأسعار يقودنا مجددا إلى مزيد من تسع دائرة الفقر المزيد من البطالة المصانع ليه هو إيه اللي بيحصل عندما ترتفع أسعار الوقود بنزين والسولار لأن البعض بيقول أن أسعار المواد الغذائية هتزيد 200% هل الكلام ده واقعي؟ ده صحيح كل صناعات المواد الغذائية دي بتعتمد اعتمدها الأساسي بيكون على الطاقة على المواد البترولية يعني هذا لك أن تعلم أن 20% من السولار في مصر يستهلكه المزارع تخيل المزارع لما بيزيد عليه سعر السولار من جلي أو من 90% و 80% يرش بيزيد أكتر من 80% تقريبا مضطر أنه هو يرفع سعر المنتج بتاعه اللي هي المحصول بتاعه ده إضافة للأعباء التي عليه يعني هو سعر المزارع نفسه اللي هو ستة عندي ستة مليون مزارع الدولة كانت بتدعمهم بأربع ونصف مليار جنيه في السنة السنة دي إضافة اللي هو رفع عليهم سعر الوقود سعر السعر السورة وسعر البنزين خفض لهم الدعم بتاعهم اللي هو كان في أسميدة وفي فروق سعر علوات سعر مثلا لمزارع القمح وخلافه خفضه لهم مثلا بأكتر من 25% يعني أنا بزود عليه سعر وبخفض الدعم اللي أنا بخصصه ما الذي يجعل النظام يلجأ لمثل هذه الأمور في بلد في أكتر من 40% تحت خط الفقر كمسر النظام يلجأ لهذا الأمر وكان صراح جدا أنه هو يريد أن يخفض عجز الموازنة ولكن يعني أعتقد أن هناك رائحة غباية تتدع أو يعني أنا أقول عدوة لكن جهل النظام الجديد أو ضعف قدرته أو ضعف قراءته أو ضعف الاقتصادية يعني هذا تبين مبكرا من خلال طرح للتعامل مع القضية مثل البطالة أنه يطرح 3000 عربية مش عارف إيه أو حتى أنه لم يتطرق إلى ذكر الفقراء أبدا بأنه سيساعدهم لا المرة الوحيدة التي تذكر رفع الفقراء ذكر أنه مش هيقدر يديهم وإني مفيش هذا فقط أبدا أن تترك الفقراء الحكومة تريد أن تخلص عجز الموازنة ولكن ليس على حساب المصانع ليس حساب الزجال للأعمال الهاربين ليس على حساب مقدرات الجيش أو موازنة الجيش أنا بخف الدعم عن المواطنين بيستفيد منه حوالي 68 مليون مواطن بيستفيدوا من الدعم ده بخفض عنهم الدعم وبعلق عليهم الأسعار في المقابل أنا لسه معلش أسعارها المصانع كثيفة الطاقة اللي هي لحلها من الدعم ما يقرب من 10 مليار جنيه كل تركيز خفض العجز الموازنة بتاعي أنا ركزته في أن أنا أزود الأسعار على الناس في المقابل أن أنا سيبت موازنة الجيش زي من 48 مليار جنيه بيزيادة أكتر من 10 مليار جنيه عن السنة اللي فاتت يعني الجيش أصلا الجيش عندنا جيش بيربح عنده مصارع وعنده اقتصاد ضخم جدا يمثل أكتر من 40 يعني في متواصل تقديرات الدولية والمتخصصة تقريبا 40% من اقتصاد مصري يقول للجيش ومع ذلك الجيش لا يدفع ضرائب عنده أيدي عاملة مجانية ويرفع له في الأجور ويرفع له في الميزانية المخصصة له في مقابل الفقراء مع عدد من سائقي الميكروبازات والتاكسيات أو يعني من ينوب عنهم وقال لهم يعني استحملونا لمدة شهر ما تعليلوش أسعار الميكروباز والتاكسيات وما إلى ذلك لمدة شهر هل الكلام ده منطقي؟ يعني مرئيس المزراء يجمع يعلي البنزين وبعد كيه والسولار ويجمع أصحاب التاكسيات والميكروباز ويقول لهم لا استحملونا شهر ما تعليلوش ده هيحصل فعلا على عرض الله هو المشكلة أني أنا عايز أوصل للناس أن يا جماعة كل التأثير اللي هيضاف عليكم من رفع أسعار الوقود بس في تكلفة المواصلات إنت بس تدفع جنيه ونص إنت بس هتدفع تنين جنيه فأنت ما تلقش يعني هو عايز يلخص ويختزل كل أزمة رفع الأسعار فقط في النقل لا الموضوع أكبر من النقل بكتير وأكبر من السواية التاكسي اللي بدل ما يأخذ مننا خمسة يأخذ لا الموضوع أكبر من كيه بكتير الموضوع أن فيه عندي اتحاد غرف تجارية مثلا بيقول أن الأسعار قد ترتفع لأكثر من 100% بسبب رفع أسعار الوقود سيد عمر عمري قبل أن نواصل هذا النقاش دعنا نذهب إلى بعض آراء لدى بعض المواطنين المصريين حول ارتفاع الأسعار سواء المواد الغذائية أو المواد البترولية ثم بعد ذلك نواصل هذا النقاش بصراحة دي بصراحة علينا أحنا أسوأ سنة في الدخول رمضان علينا وإن شهر مبارك علينا بس كشغل بصراحة مش عايز أقول ما فيه الشغل درجة أن الأسعار دعف الناس خائفة تشتري أسعار ما خليش أصلا نزجوني شجرة أسعار كداجر لنا أحنا ما عندنش الأسعار إحنا تدعنا فيها ربح كويس بالعكس إحنا نشتري لحاجة يعني كفية بس أن أقول لك إحنا نبعب تمانها والله أنا لقيت كل حاجة غالية مش عارف أعملها جبت حاجات لسه ببدأ أجيب حاجات لقيت نفس الصرفة بتعملت جينية ومجدتش حاجة لسه فكل حاجة غالية بالنسبة لحال البلد طبعا زيدة كتير فربنا يسر الحال ويكون الاقتصاد هيبقى أحسن ويبقى فيه تحسن على إيد إن شاء الله رئيسنا السيسي أعرفش بصراحة البلد نفسها حالتها مزيزي الأول يعني الشغل قليل المصاريف كتير والاستهلاك كتير والشغل قليل والدخل قليل فطبعا الموازنة بين الاثنين هيبقى فيه ارتفاع أسعار أعلى أسعار ستزيد 30% النهاردة 100% الأسعار كولا كانت هذه أراء بعض المواطنين المسريين حول ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة انضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة للمشاركة في هذا النقاش الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين السابق الأستاذ ممدوح الولي أهلا بك معنا أستاذ ممدوح أهلا بحر تعليقك على الأخبار التي خرجت عن وزارة البترول وعن غيرها من الوزارات بارتفاع أسعار المواد البترولية منتصف هذه الليلة وهل هذا إجراء صحيح يساعد الاقتصاد على الانتعاش في الفترة القادمة أم لا يعني بالفعل شاهدنا خلال العام المنقادي من الاستمرار يعني سوء الأوضاع الاقتصادية استمرار حالة الكساد الاقتصادي ارتفاع الأسعار زيادة البطالة ارتفاع نسب الفقر تراجع كل المؤشرات الاقتصادية الحقيقة لا يوجد غير المؤشرين فقط هم الذين ارتفعوا خلال فترة الانقلاب وهي زيادة الأسعار في البورصة وارتفاع الاحتياطي من العملات الأجنبية بسبب المعونات الخلجية والحقيقة لازم برضو المستمع أو مشاهد يأخذ أنه زيادة الأسعار في البورصة لا تضيف للناتج المحل لا بتضيف انتاج ولا بتضيف فرص عمل يعني هي مسألة وهمية فيما يخص زيادة الاحتياطات من العملات الأجنبية كأحد برضو الإيجابيات اللي تمك هذا الاحتياطي 11 شهر الأولين من انقلاب زياد 2.5 مليار دولار في حين وزير المالية نفسه قال أنه المعونات العربية وصلت إلى 17 مليار دولار فتصور أن 17 مليار دولار تبخرهم ولم يصف زيادة في الاحتياط عن سوى 2.5 مليار دولار فقط طيب يا أستاذ ممندوح وزيري اللي تموين بيقول أن أسعار المواد الغذائية لن ترتفع خلال الفترة القادمة ده نفس الكلام اللي قاله الرئيس الوزراء قال أن احنا قعدنا مع مندوبي السائق التاكسي والميكروباز وإحنا قلنا لهم ما ترفعوش الأسعار لمدة شهر حتى بعد ارتفاع أسعار المواد البترولية إيه رأيك في الكلام دولار هل سيتم بالفعل؟ يعني الحال مش هورة يعني أقول من يومين كان فيه تحقيق عن الأسعار في جديد الأخبار الانقلابية وتصرحات للوزير أنه فيه تراجع للأسعار في بداية رمضان وأنه عن التجار والمستهلكين اللي استعان بيهم التحقيق الصحة في جديد الانقلابية أنكروا كلام الوزير ونفوه تماما وقالوا أن الأسعار زادت ولعل التصريح المنشور النهاردة في صحف الانقلاب بيؤكد ذات الأسعار خلال الأيام الماضية طيب فكرة رفع الدعم عموما سواء عن المواد البترولية أو عن المواد الغذائية وتحويلها إلى دعم نقدي هندي للراجل اللي هو المستحق ده 70 ولا 80 ولا 100 جنيه وخلاص كل حاجة تحرر وده اللي معمول به في معظم الدول العالم كما يقولون من النحية الاقتصادية هل الكلام ده شايفوا كلام صحيح أم لا؟ يعني الحقيقة يعني واحدة بنبص للدعم عايزي من التذكر أنه قيمة الدعم على التلعة السلع الرئيسية اللي هي الزيت والسكر والرز في الموازنة الجديدة 13.5 مليار جنيه دول بيخدموا يعني حوالي 18 مليون بطاعة أمونية بيخدموا حوالي 68 مليون فرد من الأسر المصري تصور حديثك أنه بتتكلم على 13.5 مليار جنيه عايز تخفر شوف بقى المفاجأة في الموازنة الحالية قيمة تكلفة الدين وصلت 415 مليار جنيه بين سوايد 199 مليار وإقصاط 216 إذا أنت سايب 415 مليار ورايح تتكلم على 13.5 بتحسن أحوال الفقرة وبتعمل نوع من يعني السلاد في مسألة العجز الغذائي والنفس في الغذاء الموجود عند كتير من الأصل طب ما هو السؤال يعني هذا الكلام بهذا الشكل لماذا لا يعني لا يكون هنا اتجاه للأخذ من الغني وليس يعني لإثقال كاهل الفقير أكثر ما هو حتى فقير يعني وكما يقولون عدد الفقراء في مصر يعني 40% من الشعب المصري يقع تحت خط الفقر ولا يجد قط يومه يعني لماذا هذا الاتجاه من قبل النظام الحالي من وجهة نظرك أنا بقول لحدك يعني هذا فشل أن أنت بتتجه إلى رغيف العيش رغيف العيش اللي هو بيمثل للأسر الفقيرة مسألة منق بطن يعني بذي أرخص حاجة بيبتدي الفقير بيملق بها بطنه أو بطن أولاده لما أنت يعني مهتمت به ونقصت الوزن من المية وتلاتين جرام إلى تسعين جرام وبعدين بتحاول أن أنت عمل حد أقصة خمس ترغيفة من فرض في اليوم طب أنت مهتمت بهذا الملف وسائب الملف بتاعة الدين اللي بقول لها حيث تكلفته على الموازنة تصور ربعمية وخمستاشر مليار جنيه بيمثل واحد واربعين في المئة من الإنفاق بتاع الموازنة كان سؤال يا سيد منبوح للحقيقة ليه بيعمل كده لكن لضيق الوقت ده خلي السؤال ده لوقت آخر شكرا جزيلا ممدوح الولي الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين السابق كنت معي عبر الهاتف من القاهرة وأتحول سريعا إلى مواقع التواصل الاجتماعي وعمر صيد تفضل شكرا أحمد جاءت أراء كثيرة حول زيادة الأسعار بشكل عام وتحمل المواطن الفقير في الأول وفي النهاية دائما عبء هذه الزيادات ندى محمد تقول الظلم ظلماتي أهل الظلم ارفعوا أيديكم عن الشعب اتحمل ولا يزال يتحمل هنيئا لك شعب مصر بالصبر الذي نهايته الفرج تعليق لرمضان المصر يقول أتمنى أن تحمل التظاهرات القادمة شعارات تخص المواطن في ظل إجراءات رفع الدعم تعليق أخير على فيسبوك لأحمد عبد الناصر يقول السكوت عن الظلم جريمة وكل جريمة لها عقاب رباني وضنك الحياة جزء من هذا العقاب الذي يستحقه شعب يعيش أو يعشق العبودية كما يقول أحمد هذا رأيي أحمد نذهب لتعليقات التويتر سريعا مروى تقول عقب من كان يريد أن نصنع غذاءنا بأنفسنا فهم لا يشعرون بمعاناة المواطن المصري البسيط وكأنهم يعيشون في جزيرة منعزلة عن الشعب هكذا وصفت مروى تعليق أخير على تويتر لسيف يقول سيدفع هذا الشعب كل فوتير العذاب إلى أن يأتي من يحنو عليه إليك نتمنى أن يأتي المشير السيسي قال ما كانش في حد بيحنو على الشعب وأنا جيت أحنو عليه شكرا جزيلا عمر في هذا السياق وفي هذا الاتجاه رفع أسعار ورفع الغطاء الدعم عن الفقراء وما إلى ذلك إلى أين سنتجه في النهاية أنا عايزة أقول بس أني مآلت إليه الأوضاع في العام الماضي أو في عام الماضي من الإنقلاب وما قد ستقول إليه الأوضاع فيما بعد تلخصه قصة أو خبر صغير نشرته وسائل الإعلام المحلية في مصر عن أم في محافظة الإسكندرية قتلت صغيرها لأنه طالب بحصة أكثر من الخبز المخصص له عند تناول الطعام السيدة نهارت بعدها وقالت أتالت يحب تعيني مدجعين تخيل لكن تخيل دولة وصل فيها حد القهر والفقر إلى أن تقتل أم طفلها لأنه يريد كسرة خبز زائدة عما هي خصته له هذا ما قالت إليه وما قد تقول إليه هذه الأم ربما نحن ذاهبون لإنفجار شعبي نحن ذاهبون إلى انحضار قطاع كبير جدا من الطبقة المتوسطة التي تمثل قوم المجتمع إلى دائرة الفقر شكرا جزيلا عمر الأبوز الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية أشكرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا مشاهدين عرضنا في مصر الليلة متواصل معكم وفيه بعد الفاصل معهد كارنغي للأبحاث والدراسات ينشر دراسة جديدة حول تجربة جماعة الإخوان المسلمين في الحقر ركزت على محطات الإخفاء فما مدى مطابقتها لعرض المعقع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة